كثيرا ما ينتاب المسلم في صلاته أو خارجها بعض من الخواطر القبيحة والوساوس السيئة ولا ريب أن ذلك ومثله يكون من الشيطان فهو حريص على إضلال المسلم وحرمانه من الخير وإبعاده عنه ومن رحمة الله تعالى أن العبد لا يؤاخذ بتلك الوساوس ما لم يتكلم بها أو يعمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم وقد يأتي الشيطان ويوسوس بأشياء منكرة في حق الله تعالى أو رسوله أو شريعته يكرهها المسلم ولا يرضاها وفراره من ذلك وكراهيته له دليل على صحة الإيمان فقد جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان والمسلم مأمور بمدافعة تلك الوساوس فإذا ما تهاون فيها واسترسل معها فإنه يؤاخذ بهذا التهاون وتدفع تلك الوساوس بأمور منها المداومة على قراءة القرآن والأذكار الشرعية صباحا ومساء تقوية الإيمان بالطاعات والبعد عن المنكرات الاشتغال بطلب العلم فإن العالم أشد على الشيطان من العابد ومما تدفع به كذلك قول آمنت بالله ورسله فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك فيقول الله فيقول فمن خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقرأ آمنت بالله ورسله فإن ذلك يذهب عنه فإذا كانت الوسوسة في الصلاة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثة فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني ترجمة نانسي قنقر